شاركت بلادنا في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير بلادنا لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين واستعرض السفير شجاع الدين في الاجتماع ما تقوم به ايران من دعم للميليشيات الحوثية الانقلابية وتزويدها بالاسلحة بهدف زعزعة امن واستقرار اليمن مشيرا الى تقارير فريق خبراء مجلس الامن المعني باليمن والتي وثقت العديد من الوقاع التي تثبت دعم ايران لميليشيات الحوثي مؤكدا ان ذلك يعد خرقا واضحا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ويساهم في اطالة امد الحرب ويعاقة الوصول للسلام وطالب السفير شجاع الدين ايران بالامتثال لالتزاماتها النووية في اطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها وبروتوكولها الاضافي معبرا عن انزعاج بلادنا من التفتيش الجسدي وبشكل مفرط لمفتشي الوكالة من قبل الجهات الامنية الايرانية في المنشآت النووية الايرانية ونقش الاجتماع مواضيع متصلة ببرنامج الوكالة للتعاون التقني للفترة من الفين واثنين وعشرين وحتى الفين وثلاثة وعشرين وتنفيذ ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا اضافة الى القدرات النووية الاسرائيلية اشتركوا في القناة